عايز بقى أقول لحضراتكم على شخصية مصر الحلوة اللي احنا اخترناها النهاردة بس اوعدوني أني لما أقول لكم شخصية مصر الحلوة النهاردة أن كل واحد فينا يدعو لهذه الشخصية بالشفاء العاجل لأن الآن من سأتحدث عنه هو مريض وفي حالة صحية تستدعي الدعاء وأتمنى أن دعاء حضراتكم يكون مستجاب إن شاء الله مصر الحلوة النهاردة اخترنا فيها الدكتور هاني الناظر الدكتور هاني الناظر هو هاني محمد عز الدين الناظر اتولد في 26 ديسمبر سنة 50 جزوره بتمتد لمدينة الطمى في محافظة سهاج ما دخلش كلية الطب في البداية ودي كانت معلومة جديدة لكن دخل كلية الزراعة جامعة القاهرة وحارب في حرب اكتوبر وبعد الحرب أصبح مساعد في المركز القومي للبحوث وبعد كده استكمل الدراسات العليا في النباتات الطبية وبعدها حصل على الماجستير في النباتات الطبية وبعدها أصبح مدرس بالمركز القومي للبحوث وبعد كده قرر إنه يحصل على بكالريوس الطب وهنا كان الدكتور هاني هو أكبر من كل زملائه في كلية الطب بسبع سنين لأنه حصل على البكالريوس في الطب والجراحة من جمعة عين شمس سنة 81 اختيرة رئيسة للمركز القومي للبحوث في 2001 ثم عضوا بالمجمع العلمي المصري ونال درجة الزمالة من الكلية الملكية البريطانية للأطباء سنة 2006 هاني النظر قبل مرضه كان بيرد على أكتر من ألف رسالة يوميا للمرضى وكان يعني متخصص في حالات مرضية متعلقة بالأمراض الجلدية وكان أي حد بيطلب منه أي طلب بيلبيه وشخصيته كانت شخصية سامحة كان على تواصل مع كل الناس ويعني أتمنى من رب العالمين أنه الدكتور هاني يقوم بالسلامة ويعني نستضيفه مرة أخرى زي ما اعتادت كل البرامج أنها تستضيفه ويرحوله المرضى في العيادات بتاعته زي ما كانوا متعودين أن هما يرحوله وتلمزته يستمر في أخذ العلم منه سيرة ذاتية محترمة جدا مصر حلوة فيها ناس كتيرة جدا لازم تظهر زي ما قلنا لحضراتكم على شاشات التلفزيون نهاردة معانا الدكتور هاني الناظر اللي بدعوا حضراتكم جميعا أن انتوا تدعولوا بالشفاء العاجل وإن شاء الله يكون بنا قريبا جدا مصر الحلوة الدكتور هاني الناظر ترجمة نانسي قنقر